تقول المجلة انه على الرغم من انه لا احد يجادل في الموقف الداعم لواشنطن في حربها على تنظيم الدولة الاسلامية يتساءل سياسيون وقادة عسكريون فرنسيون عن جدوى مشاركة بلادهم في غارات جوية بالعراق وقال خبراء للمجلة ان سلاح الجو الفرنسي متعب في هذه المرحلة بسبب مشاركته في حروب ضد تنظيمات توصف بالارهابية في الساحل الافريقي كما تحدثوا عن الكلفة المرتفعة للغارات الجوية اضافة الى استعمالها صواريخ موجهة باهظة الثمن وفق المجلة